وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار سلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبي بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 19 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 9 أطنان كما تم ضبط 611 قضية في مجالي قضايا المخابز من بينها 53 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 22 طن أقمح محلية